تومك الشاب اللعوب اللي مقطع السمك ودلها كان رايح هو وصاحبه للشغل لانهم بيشتغلوا في نفس الشركة مع بعض وهم في الطريق صاحبته كانت بتكلموا في صفقة مهمة لازم يعملها النهاردة قبل ما يدخلوا للشركة قالت له حبيبي انا ماما وبابا كيين بكرة عشان يتعرفوا عليك فتومك قال لها يتعرفوا عليها ليه انا كل اللي بينه وبينك اوقات لطيفة وبس مش اكتر من اهو المداخل للشركة واستلموه عشان يتطمنوا هو جاز لصفقة ولا لا قال لهم انا هجيب تلفوني من العربية بسرعة وجاي ولكن هو طلع على السلم شاف حتة بلوندي خطفة قلبه وعقله وكل حاجة ممكن تتخطف اخذتها معاها تومك نسع الشغل والصفقة وطلع وراها لتوبيس وفي وقت مصاحبته والمديرة بيدوروا عليها عشان اجتمعها صفقة في الشغل تومك قال لعولة انا كنت عارف ان الجو النهاردة يكون حلو فقال لها ليه هو انت وسط روحاني ولا ايه قال لها ايوة حتى هاتي ايدك كده او القدر بيقول ان النهاردة احسن يوم في حياتك وفي حياتي انا كمان احنا متى بالنشطة على فكرة القدر اكيد يقصد حاجة من الموقف ده يلا اتماني تلت امنيات وانا حقاهم لك قالت له انا عايز امنيا واحدة بس وهي انك تغور من وشي والامنية التانية لو مش هتغور بمزاجك الكومساريين هارموك برا عشان ما فيش تتكره معاك وبالفعل هو ده اللي حصل اللي لا طالعوا لها ولا خلص صفقة مهمة للشركة اللي بيشتغل فيها مدرته قطعت اوراقه وقالت له غر من وشي ناو ومشوفكش في الشركة دي تاني اطارت تومك من الشركة واتخدت منه العربية وصحباته زادت الطينبالة قلت له ايبا تعالى اخد هدومك من شائتي وشوف لك مكان تعيش فيه يابو او ات لطيفة اخد حكته وطلع لشائط اخوياني وقبل ما الاخير يشوفه حط ييده على العدسة عشان ياني لو يشوفه ما كانتش يفتح له بعد ان فتح قاله انتهي لجابك هنا فتومك قاله بقى دي طريقة تعابل بها اخوك حبيبك انا اطارت من شغلي وخسرت شائتي وعربيتي وكل حاجة وقالت ما فيش غير اخوي يا حبيبي هو اللي يخليني يعود عنده ثاني قاله انت بتحلم يا حبيبي انت اخرك معي هنا يوم واحد وتشوف لك مكان تعيش وتنم فيه ان ده بقى اعزائي المشاهدين بيعشق حاجة اسمها صبار زي ما انا بعشقكو كده بالزبط فما تنسوش تدوسوا لايك وتشاركو في القناة يعني بيحب جامع كل انواع الصبار ثومك قاله وهو بيشتغل وقاله بقولك ايه ما تهكر لي كاميرا المرأبة بتاعت مدخل الشركة انا شفت بنتي هناك النهاردة مش عايزة تخرج من دماغي ومش عارف اوصل حاجة عنها يعني قاله انا مليش في الشغل ده شوف لك حد تاني يعملك القزرة بتاعتك ثومك قاله يا ابني البنت دي غير انا حاسس انها تكون مميزة في حياتي يعني قاله انت كل مرة بتقول نفس البق ولا بتكتفي بوحدة ولا بتلاقي الحب اساسا ثومك قاله طب اعمل ايه ما الستات دول فواكه واخوك بيعشق صلطة الفواكه خليك انت واستصاب بار بتاعك وانا خارج اتسلم على الفواكه صحب ثومك لما عرف انه اضطرد من شغله ومحتاج لشغل قاله ان في فرح مهم هصوره وعازتنين معايا هتاخد لك مبلغ كويس لان ده فرح ناس طيلين اوي في البلد ابو العريس وزير مرشح نفسه للرئاسة وامو كانت ممثلة هبطة ايام زمان تاني يوم الصبح ثومك قطع على اخو وهو بيلبس عشان يخرج بدري يعني كان رايح لمحل الورد والمشكلة ان عنده حساسية من الورد اصلا لكنه كان بيروح هناك عشان بكراش على كلارة بيعت الورد اللي بتبيع في المحل ده اللي كان واضح ان هي كمان بتحبه بس اللي اتنين خجولين ومش عارفين يقولوا البعض يعني اول ما شف تومك طلع من المحل بسرعة حتى من غير ما حسب على الصبارة اللي اخدها تومك لحق وقاله يعني انت سبت الدنيا كلها وراحت تحب وعدها بيعت ورد يعني قاله وما لها بيعت الورد فتومك قاله انت عندك حساسية من الورد يا ابني وبعدين سيبك من الكلام ده كله انا جات لي مصلحة شغل وعايزك معايا فيها لو اشتغلت معايا هناخد فلوس حلوة واسعدك توصل للبنت اللي انت بتحبها دي لما دخلوا البيت قالوا انت لازم تطلب منها تخرج معاك وتتكلموا برا مكان شغلها وتسأل عن حياتها وتتدحل بكده في تواصلها لان الستات بتحب كده واول حاجة تروح تدفعتها من الصبارة اللي اخدتها وجريت دي يعني سمع كلامه وراحت تزرها وخرجت ماشى معاها لكن للأسف هو بيطلب منها تخرج معايا لما كان يتكلموا فيه على راحتهم واعتفخرت ورد من فوق وكلارا اعتبرت ان ده انظرش امه ورفضت الاخين راحوا لمكان الفرح عشان يتفقوا مع باتسي ام العريس علىها يحصل وتومك من بدايتها كسبها في صفه وهدي طب لها وانا انا حافظ كل افلامك دي انتي مماثلة رهيبة وكان نفسي اشوفك من زمان يهند دروستم السينما البولندية باتسي قالت له كل اللي اتصور هنا للذكريهات وما ينفعش اي حد يعرف عنه حاجة وهنا بتحصل المفاجأة لما بتيجي العروسة لانها علا اللي شافها خرجها من الشركة فالها مش انا قلتلك مقابلتنا ما كانتش صدفة يا امو ادم فراحت لسعها المخدمين بالليل قالياني انت ما ينفعش تستسلم في علاقتك بالبنت لانها رفضتك في الاول انا شفتها وهي بتبص عليك وهي كمان بتحبك على فكرة بس انت لازم تتعب عشانها شوية في الاول يعني قاله ما تنصح نفسك بدل ما انت بتاخد الالم على وشك تومك قاله اللي ضربتني دي بتحبني والايام الجاية تثبت لك كلامي وبدأوا شغلهم في تصوير كوليس الفرح وعلى ما كانتش طيقة تومك خالص وهو بيصور علا ما حماتها الاخيرة جالها تلفون ومشت فتومك قال لها كلمين عن نفسك وعرف منها انها يتيمة وجدتها هي اللي ربتها وانه من اصل الف ضيفة احضروا الفرح ما تعرفش غير جدتها وتنصحبها وهم بيتماشوا وبيتكلوا مع بعض كان في حد بيرقبهم وبيصورهم وهم بيتكلموا قالت لتومك انها بتعمل ماجستير عن الحب النبيل ما بين الاساطير والحياة الوقعية يعني من الاخر كده البنت طلعت رومانسية وبتدور على الحب الحقيقي بيش حبيبي جدت قالت لها حماتك العربة دي عاملة معك ايه علا قالت لها دي ستة ادرة وعملة تدي اوامر لكل الناس وكانت عايزاني احمل عملية تجميل لمناخيري بس خافت من معاد الفرح جدت قالت لها انت لازم تسيبك منها كده وتنتعشي عشان فرحك خلاص قرب وقال انت مش بتحبي خطيبك علا قالت لها انا مبسوطة معك ريس لانه بيحقلي كل امنياتي ثم اتغير الصيل اخوه في اللبس وقاله يروح يتكلم مع كلارا تاني وكلارا الوقع على فشتها اول ما شافتهم بارد بكماله وفضلوا يتكلموا مع بعض لحد ما جات واحدة حضنته هما ماشيين واتكلمت فكلارا غرت ومشت عرف على طول ان اخوه هو اللي بعتها تعمل كده فقال له اطلع بره بتناو فتومك قال له اهدى خالص لان كلارا طالما ماشيت وهي غيرانا يبقى الخطة ماشية تمام فتحضيرات الفراح علا قالت لها متها انا مش عايزة اكل الهيصة دي انا عايزة فراحها دي بسيطة فحمت علت لها انتي مش عارفة احنا مين والاي علا اضقت من كلامها وسبت المكان ومشت فتومك لها وقال لها انا سوء مكانك عشان ما تسويش وانتي متعصبها وبرضو كان في حد بيرقبهم وبيصوروا مع بعض جدتها اعجبت بشخصية تومك وقالت لها ده شبه الكراش بتاعي ايا مش اوى ولما ماشا قالت لعولة انتو الاثنين في كيميا بينكو لينها لبعض اوي تومك خلي اخوه ماشي مع كلارا وراح سي رايشان طوجاري عشان يعمل من اخوه باطل قدامها ولكن اخوه اكل ضرب من الشرطة لانه مفتكره هو الحرامي كلارا وهي بتعالك من الضرب اللي اكله قلت له انا مش عايزة ان ارتبط لاني نحسب اي حد ارتبط بي لازم تحصل له حاجة او علاقتنا نبوز فالله خلاص خليني معاك الى حد ما تكوني جاهزة لعلاقة حب بينا ورجع ياني وهو رايق ومبصول بعد مواصل لفتاة احلامه خلاص لكنه رفض يكمل شغل مع تومك وقال له عولة بنته طيبة وما ينفعش تبوز حياتها انت هتتخلى عنها زي ما تخليت عني انا وماما لما كانت تعبانة وحياتها بتنتهي وهم بيت عدبو جات عربية خطفتهم من قدام البيت واخدوهم للسجن عشان يقبلوا زي ما اصاب ابو لاندا زي ما العصابة قال له انا ابقى ابو هولا وعشان اخرج من هنا لازم تتجوز ابن الوزير الاول انا برايبكم وشايفك بتحوم حوالين بنت بنتي لو بواصل جوازة دي هخلص عليكم وبعدها هخلص على اهلكم فاني اهلوا بس احنا يقتاما زي ما العصابة قال له والبنت بتاعة الوارد كويسة ولا لا اعيب تاع صابة لاندا العربية اللي اخدتهم رميتهم ودنبتهم تاني يعني خاف علي كلورا وفرح قال لها انا مش عايز اعرفك تاني فقالت له ازاي انت مش قلت انك مهو جببيا مبارح فالله كل حاجة لهنهاية وانا النهاردة مش عايزك وسبع وماشى وهي مصدومة من كلامه بدلوا يعملوا بروفات على الفرح وعلى الخطاب اللي يتقال من ابو الوزير وكل تفصيل في الفرح وفي البروفا على الرأسة العريس ما كانش قاعد فبتسي طلب من تمك يجرب مع علا ويا فرحته يا هنهارح قال الاميس ودهب روفا رأس على الموسيقى بتاعتهم يعني غير الموسيقى والرأس زاد وهتك يا كمية وحماس ما بين علا وطومك اللي كانوا كانهم هما الارسان مش كرسوا علا باتسي اضايقت ففاصلت الموسيقى وقالت له طومك تعال ورايا عشان عاوزك في شغل واول مرة حلها قالت له فكولي سوستة الفوستان ده عشان ايدي مش طايلة فطومك قال لها طيب ما جيب حد يساعدك فقالت له هو انت مش قادر تفتح السوستة يا طومك ما انت كنت بتتنطط بره دلوقتي بعدها قالت له ما تدلك لرقابت شوية عشان حسه انها افشى وهنا النواية خلاص بيتواطعوا صريحة اللي هتقي الحمراء تحوم ناو على طومك وعايزة توقعوا في الشبك بتاعها طومك قال لها هو انظم جوزك قالت له جوزي ما بيفكرش غير في الانتخاباته بس طومك الاخلاق والمكارم خلع منها بشياكة قبل ما تاخدوا لف الدجز مجز في حفلة توضيع زبيت عولة تومك سمعها بتقول لعصحابها انها مش هتيجي للحفلة عشان جدتها تعبانة ويعني سمع العريس وام بيتخانوا على الفرح لانه بيحب واحدة تانية ومش عايز تجوز عولة لكنها هتكبروا على الجوز منها طومك لما راح لبيت عولة جو ديتها قالت له ادخل اتكلم معها وان هخرج اثار مع صاحبي طومك قال لعولة هو انت هتتجوزي ليه طالما الانا كده ومش مرتاحة فقلت له لانه بيحسسني بالامان ومش مخليني محتاج لحاجة طومك قال لها بس انتي نسيتي اهم حاجة يعولها مفيش بينك وبين حب قالت له الموضوع ده ميخصكش اصلا هو انت كنت فاكر اني حبك واهرب معاك وشغل الافلام ده انت اكيد كنت بتحلم فبعد اذنك اخرج دلوقتي طومك خرج مكسور الجناح من عندها وياه فضل التفاكر ورا الباب وهول ما فتحت الباب عشان تلحاول لقيته لسه واقف قدام الباب وهب بضب الكيك والدقس بقس لوح في الافق كلارا اخذت صبارة جديدة وراحت على بيت ياني عشان تتكلم معها وتفهم انه معنا كلامه لكنه للمرة التانية بيعوكوا الدنيا ويقولها ان علاقتهم منتهية فبتسيبوا تمشي وهي مراوحة اتنين وقفواها وكانوا بيضيقوها فاني جاءت ضرب مكانها ووش شو تشعلت من الضرب طومك قال لعولا استني هنا وانا هروح مشوار وهرجع اخدك ونهرب مع بعض علا قلت له انها لغطبها يجبوهم فقلت له ما فيش حاجة تقدر تأذيك وانا معاكي لكن هو تحت شافت نفس الشخص اللي كان بيرئبهم بيكهربوا بيخطفوا كلارا كانت مبسوطة اني ياني تضرب عشانها وبتقوله انا بحبك من عدادي يا حمار طومك لما فاء لأ شخص عادي بيدي مايا وبيقوله انت تخرج من هنا لما الفرح يتم والمرأة سمتخلص وقال له طومك انا كمان كنت بحب واحدة وتجوزتها قبل كده لكن علاقتنا ما نجحتش وخنتني بعدها مع شخص تاني حياتها معا بد احسن من حياتها معا مليون مرة فانت لو بتحب علا ابعد عن طريقها عشان ما تدمر شعيتها علا راحت لأبوها في السجن وقالت له انا هتجوز ابن الوزير زي ما انت عايز بس يسيب تغمك في حاله ابوها قال لها سبحان الله كأني مخلف ملاك انت شبه والدتك بالضبط يا علا قالت له اياك تجيب سرطة تاني انت تعرف ايه عنها وعني اصلا قال لها انا مش لازم اكون ظهر عشان اعرف انت ملحظتيش اني من وقت دخولك للمدرسة لحد الوقتي ان اي حد بيضيقك بيختفي علا قلت له ابعد عن طمك وان هعمل اللي انت عايزه يعني راح لما كان طمك وقال للشخص اللي مسكه انا عندي عرض لرئيس العصابة بتاعك طمك اعتذر لياني وقال له انا اسف اني ادخلت عنك وعن والدتي انا كنت خايف من اني اشوفها وهي بتفرق الحياة يعني كان جايب فضيحة بيتهدد سمعة الوزير عشان يستغلها ضده وفعلا الراجل سبهم يمشوا خرجوا جاري عشان يلحوا عولها قبل ما تتجوز فالعربية اطرت بيهم طمك طلع يجري لحد ما لها عجلة اشتراها من واحد مش صاحبها اصلا المنحوس منحوس وبيقع من العجلة فبتتكسر لكنه بيكمل طريق عشان يوصل لحبيبته الاخيرة وهي بتقول عهد الجواز بدل ما تقول اسم كريس قالت اسمه طمك لانها بتحيبه جامد اوي وطمك وصل في التوقيت المناسب قبل المراسم ما تتم وخطب حبيبته بوفوا ستنى وهرب واتصل بام العريس هددها بالفضيحة اللي عرفة عن أهلتهم وصد انها تلغي الجوازة وتخلي جوزها يخرج ابو عولا من السجن وينسحب من الانتخابات قلت له ينسحب ازاي ده احنا دفعنا فلوس كتير قوي عشان نطبخها ونتأكد انه هيفوز فطمك قال لها لو ما نسحبش انها فضح العلاء المرموقة بتاعتك كلها وبنتين الفيلم يعني اتقدم لكلارا عشان اتجوزها وابو عولا خرج من السجن وخلاص بيت في علاقة حب مع تومك ختاما انا متعاجب جدا من السجن اللي ابوها كان فيه ده انا لو ما سجون هناك مش هبقى عايز اخرج ابدا فيلم اللطيف خفيف يعرفك ان الستات تموت على اليفرق عشانها تعشى عشان اللي يتنطط عشان يوصلها وتحب دايما تحس انها محورة امام وممكن تكون بيتموت فيك لكنها تكابر وتعمل نفسها مش مهتمة بيك ولكن في النهاية هيها تكون عايزة تبقى ومنازمة ان النهاردة الاثنين عزيزي المشاهد انا بهنيك والحد هنا يكون ملخص النهاردة انتهى ونشوفكم في ملخصات جيدة فما تنسوش تتصووا لايك وشاركوا في القناة وتشاركونا في الكومنتات عشان نتناشى عن قضية الفيلم مع بعض كان معكم مساعد اول وزير داخلية اخوكم محمد الشامي من قناتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته